اشتركوا في القناة هذا الغرب حقير جدا جدا ليس بناسه وإنما بسياساته لابد من البحث عن لغة جديدة أسميتها اللغة السنوارية أي الصمت والفعل فلسطين تجمع وتفرق مساء الخير مشاهدين الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فودكاست الميادين ضيفنا في هذه الحلقة الكاتب والصحفي نصر الصيغ مساء الخير أستاذ نصري وأهلا بكم في برنامج فودكاست الميادين على شاشة الميادين مساء النور كيف تابع وماذا تعني لحظة طفان الأقصى لنصر الصيغ صباحا كان امتلاء بالفرح مساء بدأ القلق والسبب أن الفرح هو أن هناك شيئا جديدا حصل ومختلف عن كل ما كان يجري في المنطقة بما له علاقة بفلسطين الخوف هو من رد الفعل لأن هذا الذي حدث كان كبيرا جدا مذهلا جدا لابد من رد فعل رد الفعل يوم أنت كنا بصهرة كنا 22 واحد كانوا كلهم متفائلين وكنت أنا صامت ولو حكي قلت له أنا خايف ولو ليش خايف قلت له عندي ظروفي الخاصة التي تقول لي عليك أن تخاف فرحت صباحا الآن أنا خايف ولا زلت وما زلت خايف ولكن الأمل دائما هو إلى جانبي الأمل دائما إلى جانبي فلسطين دائما تحمل لي الأمل ولكن الذي يحصل يجعلني أقول إنني خايف على الرغم من إيماني الكبير جدا جدا أنا فلسطين باقية وستعود إن لم يكن اليوم قريبا جدا ما مرد هذه المخاوف هل لأنك تعلم عقلية وأسلوب وألية آلة القتل الإسرائيلية ما نشاهده من إبادة ما هي أسباب هذه المخاوف؟ عقل علاقتي بالسياسة وستعرفين أنني كنت دائما أشتغل عمل في الصحافة السياسية والسياسة تتطلب ليس كما هي اليوم أكيد تتطلب الدقة والصدق والاحترام احترام النفس واحترام الآخر يعني ما بدي كذب ما بكذب أبدا ولا بقبل إنه حدا يكذب علي ويجب لي مقال إنه في كذب لا أقبل ذلك على الإطلاق السياسة بهذه الطريقة هي نخاسة والسياسة على طريقته هي قداسة ما بقبل يعني معنى آخر السياسة يجب أن تعطي المواطن والمستمع والقارئ الحقيقة كما هي الآراء تأتي فيما بعد ولكن الحدث كما هو السؤال اللي أسألته هذا الذي حدث هل يمكن أن يكون بلا رد فعل عنيف هذا هو اللي كان عندي أنا سيكون هناك رد فعل عنيف وستبدأ المعركة كنت متوقع أن تكون خلال أسابيع أو أشهر ولكنها كذبتني لأنها سوف تكون مديدة والمستقبل سيارة ذلك يعني تتحدث عن حرب مستمرة أكثر من تسعة أشهر هذه ليست حرب هي عنف لأول مرة يكون بهذه الطريقة نحن لسنا أمام جيشين أبدا عرفنا الجيوش العربية كيف كانت تهزم مقابل جيش إسرائيل دائما ومن دون زمن كبير أي بأيام ستة وخمسين سبعة وستين تلاتة وسبعين وإلى ما هناك أيضا المقاومة الفلسطينية التي كانت من خارج فلسطين إن كامل الأردن من لبنان انتهت إلى فشل هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها المقاومة من الداخل ومن الداخل فقط يعني لعملوا عملية تفان الأقصى تفان الأقصى كان شيئا جديدا مفاجئا للجميع بما فيهم كبار استراتيجيين في العالم ودي على ذلك أنه لم يعرفوا أن هذه المقاومة لا مكان لها ما فيه لا مكان هي فيه كل مكان الأمر الثاني لا زمن لها زمن وصار أمر عشر تشهر ولذلك هذا لا تسمى معركة وإنما تسمى مسلسل المواجهات الميدانية على الرغم من القوة العسكرية الهائلة للعدو الإسرائيل واضح فلذلك هذا الشيء الجديد متأتن من مين من خلال كتابات السياسية السابقة لا أكذب بش ممكن أكذب لأن الكذب مثل الطبيب اللي عمل بيعطي دوة غلط للمريض ومشان هاي كان لأنية شعوبنا مريضة بالسياسات التي تذاع عليهم مريضة بالسياسات التي تذاع عليهم بوقف عند هون لأنك من الأشخاص أستاذ نصري الذين ناضروا بالكلمة والقول ودائما كنت تستنفر كل العداء الثقافية ولتدافع عن مظلومية عن مظلومية فلسطين هي بش مظلومية ماذا تسميه؟ هذا احتلال كامل ومشروع إبادة ومشروع إبادة ومشروع الإبادة هو بالتدرج ألم تكن فلسطين عندما جاء اليهود ممتلئة بسكانها وين الناي؟ في إبادة مهندسة وصلت أنه في شوية عرب بعضهم بفلسطينيين موجودين بقلب دولة إسرائيل هو دي هن اللي بقوا هو ماشي والباقي كيف ماشي أستاذ ناصر؟ اللي بقوا داخل إسرائيل تتحدث بالعدد؟ بالعدد؟ بالحضور؟ بالنضال؟ ماذا؟ لا 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 سمحني اللي داخل إسرائيل فاتوا بما يسمى الآلة السياسية الإسرائيلية وقلة قليلة في الخارج ما هن فيتين مجلس نواب فيتين مجلس نواب وأحيانا كانوا يكونوا وزراء من طائفة ما ولذلك اللي كان برا هن الناس اللي كانوا عمال بيعانوا بمقاومة لا تستطيع أن تخرج من تحت السلطة السياسية لمنظمة التحرير اللي موجودة اليوم بشو اسم المنطقة؟ بالضفة يعني أولا لنرجع للجوهر الموضوع هذه هي أول مرة قبضة صغيرة مؤمنة ومدركة وتعرف كيف تستعمل السلاح والقوة بشو مكان لا تعرف أين تستعمل السلاح والقوة ولذلك هي ما زالت حتى اليوم تنزل بالجيش الإسرائيلي الضخم الكبير للأخير هي تنزل به خسائر شو السبب؟ الاستبرار بالعمل هذه عن جد تسمى مقاومة ما تبقى معارك وليست مقاومة هذه المقاومة نحن عرفناها في لبنان مقاومة حزب الله للاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان وما فوق جنوب لبنان بشو فل الإسرائيلية؟ بالمقاومة التي من الداخل انتبهي بش مقاومة من فلسطين يعني المقاومة تكون من الداخل حيث هو الاحتلال ولذلك يعني جغرافيا تتحدث من قلب هذا هو الموضوعية بش المخيل لاش مكفوش هذا كله سوى نوع من التخريف ما له علاقة بالواقع ولا العرب السياسي السياسة تقول إنما تضع خططا ليس إلى الأبد ولكن إلى زمن معين وإلى حدود معينة هذا منطق الحرب الآن وقت الحصاد يعني أنا كنت سأكمل السؤال لأنه نتحدث بأنه أنت أعديت واستنفرت كل العدة تاريخيا بالدفاع عن فلسطين الآن برأيكم هذا هو مفهوم الحصاد أيضا هذه المراكمة يعني أنه هي مسار طويل صحيح هذه المقاومة قادرة ولكن نحن بشكل أساسي نتحدث عن مقاومة راكمة هذه الجهود حتى وصلت إلى لحظة السابع من أكتوبر وهذا الصمود بعد تسعة أشهر أستاذ نصري فرق كبير بين المقاومات السابقة التي أنتجت كثيرا من الشهداء والكثير من الخسائر منذ الأربعينات من القرن الماضي المقاومة لم تتوقف إلى أن نشأت إسرائيل وحطوهم بالحبس والآخر لذلك هذه المقاومة كانت موجودة وموجودة وين على أرضها ولكن الدول العربية في ذلك الوقت كانت ما زالت كلها سوى تحت نير الاستعمار الفرنسي والبريطاني والآخرين يعني ما كان في القدرة على المواجهة لذلك من أراد يومها من العرب ومن اللبنانيين وخاصة من جبل الدروز تسللوا إلى الداخل الفلسطيني اللي يخودوا النضال من الداخل وليس من تحت القبضة الفرنسية في لبنان كان في فرنسيين وما كان فيهم يعملوا ولذلك كانوا يتسللون إلى الداخل يعني المقاومة من الداخل تستطيع أن تتراجع وتتقدم وتنهزم قليلا ومن ثم تعيد صياغة برنامجها لأنها هي تحت الاحتلال بينما اللي جاي من بره بيعمل دوره بفل بيعمل أو بيستشهد من هنا نقول أنه في ميزي أساسية على المستوى العسكري في العالم هي ميزة الفياتناميين الذين قاتلوا الأمريكيين بأرضهم وميزة الفلسطيني راهنا الذي يقاتل بدقة وصوابية وعلمية وحرفية ودموية واستشهدية والإسرائيلي اليوم هو المأزوم هل المقاومة فلسطينية مأزومة؟ لا مذبوحة نعم عم تذبح مقتولة عم تقتل ولكنها ما زالت قائمة لأن برنامجها ليس دفاعا عن نفسها وعن حياتها وإنما دفاعا عن فلسطين ومن هون قيمة هذا العمل الذي تقوم به اليوم المقاومة في فلسطين هي أنها على المستوى التقني والميداني كاسبة وناجحة على المستوى القيمي هي ممسكة بزمام العقيدة الفلسطينية على المستوى السياسي السياسة تأتي أخيرا تأتي السياسة أخيرا ألا تلاحظ بأنه تغير تفكير المقاومة شو بدون يعملوا شو بدون يعملوا يستفلوا هندي اللي موجودين على الأرض قياسهم هو التالي قلولنا إذا بنقبل يا ملاء أكتر من هك ما بيقلولهم أنه هذا بصح لكم يا ملاء قياسهم الأساسي وعملهم الأساسي هو استمرار بالنضال المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي هذا غير مسبوق بالعالم العربي مسبوق في فيتنا بس والنتيجة دحر الاحتلال النتيجة مازلنا في البداية في البداية نعم بعد في مشوار طويل المخاط طويل نعم مخاط طويل جدا يعني لحد الأنية كل المناخ واقف عند نقطة عند نقطة في حل هلأ ما عم بيلاقوا حل ما عم بيلاقوا حل ما عم بيلاقوا حل لوقف اطلاق نار والأسرة مما يعني أن هذه المعركة فرضت نفسها على كل العالم بما فيها القيادات الدولية الكبرى فضرت نفسها إلى جانب أنها فرضت وجودها على القوى المدنية في العالم كله والتي ديون تعيش ازدهارا فكريا وثقافيا ما تسأليني عن العرب أنا لا أشك لا لا أشك أبدا بالشعب العربي إنه شعب مثل كل الشعوب يعرف أنه يظلم وأن صديقه يظلم وأن مواطنه يظلم وأن فلسطين يظلم ولكن ليس عنده القدرة في مواجهة سلطات واضع سقف حاد جدا عقوبته كبيرة جدا فلذلك هؤلاء هم مع فلسطين ولو كانوا اليوم صامتين فما نهين الشعوب العربية ما نهين الشعوب العربية أبدا ما الذي أوصلنا إلى هذه المشهدية إلى هذه اللحظة بالسياقات التي تتحدث عنها لأنه دائما كنت جريء بطرح القضايا أستاذ نصري وتقول أعتذر أنا لست من جنس الأقوياء ولا أراهن كثيرا على المستقبل هل لازلت لديك مخاوف تحديدا من الحرب الآن بالميزان فيه كفتين وفي الجسم الإنسان فيه إيدين فيه إيد بتقول إيه وإيد بتقول لا إيد بتقول سننجع وبتقول له فيه خطر هذا هو العالم اليوم تقول لي لأنه بلأ إحساسي اليوم أنه بش حاس بالخطر بلأ حاس بالخطر هل هناك حرب على لبنادي أم لا أنا حاس بالخطر يعني خلينا نقول في بالعلم أنه أقرب خط بين النقطتين هو الخط المستقيم مش صحيح أن أقرب خط بين النقطتين هو الخط المتعرج وهي دي برشت كان رائع فيها وقال له لأكليد ست بوزك أنه أقرب خط بين القطتين هو الخط المتعرج كي تصل من ألف إلى ب ما فيك تصل يا حبيبة لأنه هذا خط وهمة الخط الحقيقي اللي بتسلكه واللي بتروح فيه وبتلاقي حالك أنت مثل النهر فيه نبع موجود من مطارح تاني وإخر شيء بيصل على مطرحه اللي هو البحر ما فيه شيء بيصير بخط مستقيم بالعالم وبكل القضايا بكل القضايا لا وجود لخط مستقيم واللي بوجود بخط مستقيم لازم يكون على العسفرية لأنك ذهبت يعني بشكل أساسي لديك مخاوف وتقديرات في ظل التهديدات الإسرائيلية ولكن فيه انكشاف استراتيجي للاحتلال يعني ما كشفت عنه المقاومة لسيما فيه لمن يهمه الأمر بهذا الفيديو والهدهد واضح بأنه بتنا أمام معادلة أخرى بما تمتلكه المقاومة وبانكشاف الاحتلال الإسرائيلي أستاذ نصري كيف تقارب هذه الجبهة اللبنانية اليوم كجبهة إسناد حقيقية لغزة هي بش جبهة إسناد بس كيف تعرفها هي جبهة في التعامل العسكري مختلفة تاريخيا عن كل المعارك السابقة في العالم مش كم جملة هيك بيطلع معنا أنه حزب الله لا لا بالجملة هناك عقيدة اسمها تحرير فلسطين مظلوط؟ صحيح ماذا تستوجب هذه العقيدة غير الكلمات وغير الخطب وغير الكتابات لفائدة أدنى بد يقول ملياني الدنيا فيها هي التخطيط الدقيق للفعل المقاوم التخطيط الدقيق للفعل المقاوم التي تطلب أولا تراكم القوة تراكم السلاح كيفية استعماله وزمن استعماله وصدى هذا الموضوع والقوة الأخرى التي سوف تكون إلى جانبك والتي سوف تكون ضدك كان كل ذلك موجود عند حزب الله وكان موجود عند الصنوار يعني بيش يلا يا جميع أطعوا نهجوم لا 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 بيش هذا فريق فلان وفريق فلان ومن ثم أكتر من ذلك أن العمل المقاوم الراهن هو ليس عملا معلنا طرف سابقا كان عمل معلنا موجودين هون موجودين هون آخرين لا هذا عمل مكتوم كليا بكل المستويات والشيء اللي ما أدري هل أن يواجهه هو قصة اغتيال القادة وهذا نقطة من النقاط التي ما أعرف أنا ما ألي على من التي آذت المقاومة في لبنان وفي فلسطين أما فيما تبقى فإننا نشعر أن إسرائيل هي المحرجة لي تقول أكثر مما تفعل المقاومة في لبنان تفعل أكثر مما تقول العين على الميدان تفعل أكثر هناك نقيدين هناك نقيد مربك هناك نقيد مطمئن وصلنا إلى مرحلة العقل الفكر المقاوم وليس ردة فعل على فعل المحتال لا أقول شيء أريد أن أقول تحت كلمة خلاصة البهورة هؤلاء اللي يتبهوروا واللي يكتبوا واللي يحقوا واللي يتفلسفوا واللي يقولوا علم معروف سيلانس شوية رؤوا علينا سكوت تعلموا كيف يمكن أن يكون الفعل مساويا للكلام ليس كلام بالهوى سوف 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 إيمسين سوف الله يلعنى تقول لا أعرف الجواب على السؤال من يأمر من الغرب أم إسرائيل بعد تسعة أشهر من هذا العدوان هل وصلت إلى جواب وأيضا في جملة ملفتة بإحدى مقالاتك أستاذ نصري ليس مهما أن تكون ضد أمريكا المهم أن تكون أمريكا ضدك هل لازلت مقتنع بها مقتنع ويضاف إليه أمور كثيرة في هذا الميدان يعني بمعنى آخر عندما نراجع تاريخنا العربي وتاريخنا الإسلامي وتاريخنا في القوى المسيحية التي كانت في المنطقة لا نجد اعتداء قامت به هذه العروبة أو العربية على شعوب أخرى وأبادتها لأنها كانت تحتضن اليهود والنصارى والوالوال كل المثاهمة الغرب ليس كذلك الغرب كله الغرب كان دائما يعتمد أولا لإبادة بش العكس ولذلك كيف راحوا على أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية كيف راحوا على هذه القارة بمشروع إبادة أبدو هنا طيب أنتو يا غرب عندكم فولتير وروسو وكل الكتاب والمفكرين وكانت وهي كل هؤلاء الكتاب الحديثين الذين طوشتونا فيهن طوشونا فيهن ظهر الفكر الاستعماري يعني أثبتت بامتحان غزة الفكر الاستعمار لا كان الاستعمار موجودا من زمان لا قبل غزة راحوا على أستراليا لا أعادت تثبيت وأن أتحدث اليوم راحوا على أستراليا باش لقلهم أقاموا فيها من الأستراليين اليوم من الأوروبيين ومن الأستراليين الأزلسيين السكان الأصليين وبيدهم أنتو الجزائر بقيتوا 110 سنوات آخر 10 سنوات آخر 8 سنوات دفعتوا الجزائريين مليون شهيد أنتو مين أنتو بالأخلاق أنتو بالقيم أنتو هؤلاء تحكوا عن حقوق الإنسان كذابين عاهرين بكل معنى الكلمة وديل على ذلك وين حقوق الإنسان بما له علاقة اليوم بغزة كوين كوين حاج بقى تكذبوا علينا أنتم مجرد أحذية للرأس مال العالمي أحذية للرأس مال العالمي اللي موجود اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية وبالغرب أمر الثاني في ثقافة عندكم تختلف عن ثقافتنا نحن نحن ثقافتنا ليست عدوانية وديل على ذلك إلي لي متى أذينا الغرب أمتى أنتو يا حبيب بعض الحرب العالمية الأولى شو عملتو؟ جيتوا حتليتونا يا والله عظيم كيف يعني قسمتونا قسمتونا فلذلك يعني قليل هؤلاء اللبنانيين والعرب المتشدقين بالغرب يا أخي الغرب أنا عشت فيه وأعرف ومن بفرنسا رئيس تحرير مجلة وأعرف أن هذا الغرب حقير جدا جدا ليس بناسه وإنما بسياساته بسياساته والآتي أعظم على مستوى التعصب العنصري دائما كان يقال لنا بأنه في حين يتقدم هذا الغرب نحن نتخلف اليوم ما الذي أظهرت ما الذي أظهرت كلمة يتقدم ليس مضبوطة هو الذي يستبيح يستبيح طيب هلأ نية لبنان مين حاكمه؟ مين حاكمه؟ صفرة مستبيحين كل شيء كان المندوب السامي بوتنا أمام السفر مستبيحين كل شيء طيب شو فيه بالدول العربية استباحة كاملة ياب تعملوا مثل ياما بتعرفوا شو بيسي طبعية فلذلك هذه دول الاستباحة الكبرى ما اسمها دول غربية وحضارة وحقوق إنسان كذابين أنتم عبيدوا الرأسمال كنت تتهم بأنك متشائم بعدين إذا كنا بنكون مسيحيين في جملة عند المسيح كتير كتير مهمة أنا بحبك كتير لا تعبدوا ربين الله والمال والمال الغرب الله خليك على جناب نحن عبدته المال بس دايما نقول لك بونجور الله دايما نعتبرك تحت هذا العنوان كنت تتهم بأنك متشائم يعني عندما تكتب عن الواقع العربي والواقع اللبناني أستاذ نصري هل الطفان أعاد الأمل لنصري الصايغ وجعلنا ننتقل يعني من فكرة ما كنا نتحدث عنه تحت الهواء من العجز إلى الاستنهاد اليوم يعني نحن نمتلك القوة والإرادة الإنسان غير المتشائم أحيانا هو إنسان بل أحساس التشائم هو نتاج إحساس عميق بالأزمة وبعمقها ونحن تاريخيا عشنا مسلسل أزمات كل أزمة بتولد أزمتين والأزمتين أربعة والأربع عشرين وهكذا الدوليك ومن هون شايفين العرب العربي مرتاح بيحكم نفسه بنفسه يما مداسب من الغرب لا خلينا نقول إنه التشائم صفة لها علاقة أدبية أكتر مما لها علاقة واقعية ليه في خوف من أن يكون هذا مصار قرن العشرين مسار وصلنا لهون هذا مسار جاهد العرب بطرق لم تكن مفيدة يعني الناصرية كانت رائدة ولكنها لم تكن مفيدة لأنه لم تكن علمية ولم تكن على قاعدة شعبية هذا واضح أنه عبد الناصر كان قائدا كبيرا أنظمة الأحزاب للأسف الشديد صارت مثل صاحب بانك بوزع وزيره وكذا تعرفين هذي ما بيعمل ونتيج بتقول لي المتشائم بقول أكثر المتشائم هذا ليل عربي لا فجر له هذا ليل عربي لا فجر له لبنان خلاص بقى شو هالكزبة هذه لا دولة ولا يمكن أن تكون دولة خلا نكونوا واقعيين هي اسمه تشائم وتفاول الموصف دقيق تشائم هو حالي نفسية فأنا ما عندي حالات نفسية عندي حالات واقعية حالات الواقعية بتقول لي هاك لبنان أنت مؤمني هلأ أني بديو يطلع من هالأزمة خلا نقول لها لا ما فهي يعني بعد أنت كتاب كتبت مئة عام انتصار للطائفية بالنسبة للبنان يمكن سأتحدث بشكل مفصل عن هذا الواقع وأيضا العديد يعني من التجارب التي خطها أستاذ نصري من الفلسفة إلى الصحافة والكتابة خير خير هون حلو كثير ولكن هذا سنتعبق به بالجزء الثاني من حلقة بودكاست الميادين سنذهب إلى فاصل قصير لو سمحت لنا مشاهدين نذهب إلى فاصل قصير من بعد نعود لاستكمال هذه الحلقة فلا تذهبوا بعيدا لو سمحتم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام ونجدد الترحيب معه بضيفنا العزيزة في برنامج فودكاست الميادين الصحافي والكاتب نصري الصيغ أستاذ نصري سأفشي هذا السر الذي كنا نتحدث تحت الهواء بأنك لابد من البحث عن لغة جديدة أسميتها اللغة السنوارية الصمت والفعل قلت أنت تسمع فقط خطاب السيد نصر الله ولا تسمع المحللين لا ولا يمكن ولا مش بحاجة طالما المصدر نبع الماء هده لشو بدي بالحنفيات شو بدي بالحنفيات هذا الذي قاله منطقي أتأمله وفكر فيه أنقضه ووافق عليه أنتظره الباقي هاثر من الكلام ماذا يقول نصر الصيغ للسيد حسن نصر الله اليوم في هذه المرحلة هل التقيته سابقا أستاذ نصري؟ في كتاب مهدلة له وهداني شيء حلو جدا منه هو والشيء لي طلبت العمل يعني أنه أنا بحابي بروح على الجبهة على الخطوط الأمامي ذهبت؟ فذهبت وأقمت عندهم وعشت معهم وعرفت قيمة الإنسان الذي ينظر إلى فلسطين على أنها سوف تعود له وأن كل فلسطين أمامنا ليلة نهارا كل الشاشات موجودة هاي كذا هاي كذا كله كله سوا وكأنهم يعيشون ويرون كل شيء في فلسطين خاصة بالجهة الشمالية هي واحد اتنين عندما عبرنا وذهبنا إلى المواجهات الأماكن التي حدثت فيها المواجهات رأينا البطولات وكيفية التعامل وخاصة بقرية معجزيك شو هي كيف التحموا التحام كامل وأدى ذلك إلى هروب الإسرائيليين إلى بيت وكيف أنهم ألزموا بأن يخرجوا من هذا البيت ويستسلموا بشيء يواجهوا الموت الأمر الثاني هو بعض المناطق المحرمة على أنه أي واحد يروح عليها فأكرموني ورحت عليهم بس أهم شيء بهذه المرحلة هي تعرفي على المقاتلين يوي لي سبقتني أي علاقة ما الذي لمسته لدى هؤلاء المقاتلين يعني لمسته أنه جاي يقعد على الكمبيوتر وعمير بيكاف في الدكتوراه تبعه بس هو كان من كم شهر على الجبه عمير بيقاتله ومقاتلين آخر وعندما طلب منه أن يتراجع عن المكان الذي كان فيه رفض أن يتراجع هذا ما أنجح مسار المقاومة حتى وصلت إلى هذا العقل والفكر المقاوم بالتخطيط وبالتنفيذ يرأت بعد هايك لحتى تحطن تحطن هاللقنية كثار من الناس بهاني منهم شيعة يمكن بش مؤمنين بحدا ولا مؤمنين بشيعة على الإطلاق ولكن فلسطين عندهم هي العقيدة الأولى قبل الدين وقبل كل شيء بالنسبة له هذا كلام يجب أن يقال فيما بعد وليس الآن فلسطين تجمع وتفرق وتفرق ولو اللبنانيين فرقين عشو لبنانيين بش بش زعماء هل هناك من هو ضد هذه الجبهة اليوم في شيء له علاء بهذا الشرخ التاريخي بين الشيعة والسنة وبدأ يحكي أكثر من هايك الإسلام السياسي على مرحلة طويلة ومعظم كتابات نصر الصيغ عن فلسطين تقول فلسطين ديني كتابي وانتمائي وقبل طفان الأقصى إن أتحدث متى بدأت علاقة نصر الصيغ بفلسطين بس كان عمري خمس سنين كنا ببيتنا بمشغرة فوجئت إن إحدى الغرف مقفلة تفاجأت إنه هادي الغرف المقفلة ناس هربنين أنا صغير طلعت لقات جدي برة قاعد على سطيحة ودموع عبينزلوا جدي ما بيحكي يعني ما قالوا عليها عبينزلوا أنا ما فنتشوفهم نفس الليلة في خلاف بين إمي وبي حول موضوع من الموضوعات لقات إنه بي مهزوم راح تقوفت حد منه شو السبب يا مسألة فلسطين كان الفلسطينيين بلاش يتهجروا بلاشوا يجوا منذ ذلك الوقت دخلت فلسطين كقضية وليس كبشر كإنسان في قضية إلى جانب القضايا التانية الكنسية والدينية والتربوية إلى خير بس هذه القضية كانت موجودة تطورت فيما بعد عندما أصبحت سياسات اللبنانية على ود أو عداء للفلسطينية نحن كانوا بمشغرة كانوا على ود مع الفلسطينيين إن كان حزب قومي أو حزب شيوع ما كان فيه غير شي وفيه حزب اشتراك كانوا على ود مع الفلسطينيين لذلك عرفنا الغضية الفلسطينية بعد 1948 كان عمر أنا خمس سنين أو ست سنين من ثم في شيء بعائلتنا فيه كرنكره الظلم وبس رحت أعمل خوري بدار مخلص كنت مختلفا عن كل زملائي بأنه أنا ما كنت منتمي إلا للمظلومين وما فيني كون مع واحد ظلم ما فيني هذه النوع بش العقلية أو العقيلة أو الخري نعم الحساسية وأنا سأعيدك إلى سن السادسة عشرة من عمرك ما الذي أخذ تلميذ بدير المخلص يعني من الفكر الديني إلى العلمانية إلى فلسطين إلى الناصرية هذا الذي انتميته إليه هو نتاج ما قبل الدير يعني بس كان عمرت عشر سنين أو عشر سنين بس رحت على دير ونخلص قبل منا كانت هذه معلوماتي بش تقافتي معلوماتي الدير خلاني أتشبث فيها لأنه معظم من الذين كانوا معنا كأخوة وسامينا ريست يعني اللي بدين يعملوا خوارنا كانوا من المناخ المسيحي المعروف شو هو بالسياسة وبالثقافة والآخر مع كاميل شمعون أنا ما كنت هايك ما كنت مع حدا بالسياسة أنا وبي واخري نحن مع الناس وخاصة أنه نحن كنا من المظلومين بما له علاقة بالإنسان لأنه في شيء اسمه الحاجة والفقر وأنا رحت على الدير لأنه نحن بش قد نتعلم بالدير سنة 1956 العدوان الثلاثي على أنا قداش كان عمري 12 سنة كل الأخوار والأخوي الأخري مع فرنسا وبريطانيا وإسرائيل على قناة السويس أنا بعرف قناة السويس اللي بعرف شيء يعني ولد بس هيجمين على مصر تعرف دولة عربية بذكر أنه أبدأت برأي ورأي بعرف شي خون فوشيري بش خون فوشيري بس معارض لكلهم سوا وصمتني الخوري كاف وقعد بالأرض هاي عمر 12 سنة ما قدرت أطلع من هذا الموضوع اللي اسمه فلسطين أنا وصغير وحتى أنا بالدير فكانت دايماً علاقتي علاقة جبان خبيث جبان خبيث؟ خبيث يعني جبان ما بدي يواجه بدي كلا وخبيث أي أنني فلسطيني بالداخل شو بدي أنه بدي كون في لي؟ لا بش رح يكون في لي بس بدي خلي يضربني؟ لا بحر خلي يضربني هذا استمر حتى قبل ما يصير فيه نقاش بيني وبينهم حول كثير من الموضوعات خاصة الموضوعات الدينية وقلت لوني خي أنا ما عش بدي إلى المسيح خلوني فل وذهبت إلى الفلسفة الصفستائية وذهبت إلى الفلسفة الصفستائية لأنها هي الوحيدة التي تعرف كيف تتعامل مع الحقائق على أنها غير مزمنة ما في حقائق على زمان والمكان دايماً في وقع الحقيقة إلها وقت حقيقة إلها وقت يعني راجعي هلأني مارسوك هيجل وراجعي الصفستائيين هاي دي كان إلن وقت الشي اللي ما إلوا وقت هو الفعل ما إلوا وقت ولذلك أنا مثل مع الزيكر أسماء الفلسفة لا يستحمل إنسانه في النهر الواحد مرتين هو بتغير وما بتتغير فلذلك ما في حقائق تبهي لا أؤمن بالحقائق ولذلك كتابي ما بديت هون هو دفاعاً عن الخطأ والخطيئة لأنه الموجود بالواقع الموجود بالكتب حقائق حقوة خلينا نكف الموجود بالواقع باش الحقائق الوقائع والوقائع مبارح مش متل اليوم مش متل البكرة ولذلك يعني أنا مكافيلي هو الأب الروحي تبع لا يصبح بسيط جداً حقائق موجودي بالكتب حقوق الإنسان موجود يا ملأ معلش عطيني ها الدقيقتين اللي اخترعوا حقوق الإنسان تابعوا شي شوفوا شو عاب يسير بفلسطين شوفوا شو عاب يسير بغزة شوفوا هده الغرب الكذاب لحامي حقوق الإنسان شو عامل ليس القانون اللبناني فيه كذا وكذا وفيه حقوق هذا جعلك تذهب لتبحث عن حقائق السيرة السياسية للنبي محمد لا لا النبي محمد كان مختلفاً عن كل الذين كانوا حوله كان عبقرياً وهنا ما الذي أخذ المسيح اللبناني المشرقي ليبحث بالسيرة السياسية للنبي محمد ووصفته بالعبقري بش بس أنا وصفته فيه قبل مني كتار من الكتاب الغربيين اكتشفوا ذلك وجبران خيل جبران بحوارين معه قالوا أنه هذا عبقري كبير هذا جبران اللي يقولوا عليها بالأدب ما قالوا عليها بالأديان ولكن مثقف كبير أنت معجب بهذه السيرة السياسية أنا بش بس معجب بهذه السيرة أنا معجب بهذه العبقرية بش السيرة العبقرية يعني معنى آخر اللي حوالي ما كانوا يفهمه ما عليش بداش أن ما كانوا يفهموا بالمعنى السياسي بس أحكي معهم أنا بيقولولي عبتكفر أنا بش عبتكفر أبتان بعطيتي مثل بسيط ووحداً قدر جوابني فيه من كان يقاتل للرسول أكتر شيء أبو سفيان أبو سفيان بش مرة ومرتين مرار وكاد أن يقتل وهو واجهه ثلاث مرات وعمل صلح الحديبية هو صلح مذل وقبيل بذلك وعمر تشاتم معه وفيما بعد لجأ إلى السيف لأنه تبين أنه بعد 13 عاماً من التبشير والدعوة في مكة أنه الكلمة قلت لا تنتصر إلا بالقوة فات على القوة من دون سيف فات على مكة من دون قتال كيف فات على مكة من دون قتال؟ يعني القوة هي القول الفصل مش قوة السيف دخل مكة من دون قتال مين عين حاكم على مكة؟ أبو سفيان ما حداً بيعملها برعب هو عملها سأذهب إلى جزئية أيضاً قبل أن أذهب إلى جزئية لبنان أنت وصفت دائماً القدس وفلسطين هل فكرت بأنه إذا تحررت فلسطين ماذا سيكتب نصر الصاية؟ ما بدي أكتب لا تريد أن تكتب؟ بدي أفرح وأسكر شو الكتابة؟ هي الكتابة من أجل غاية ولي بدي أكتب بكرة بعد التحرير يعني؟ لا بدي أفرح و بدي أرس و بدي غني و بدي جن هايك خلينا نكون بشري خيار حاجة بقى نحكي عن الكلمات مؤمن بأننا سنتحرح حاجة بقى نحكي الكلمات والأراء والآخرها في شيء اسم الحياة الحياة هي قيمة الأولى أنا أستجيب على ذلك بالحياة وليس بالكلمات أنا سأسكر وأعيش فرحا لا يوصف واشتفل عمله ومتلبتك ومتلبتك لو عاد الزمن بنصر الصايغ إلى الوراء ماذا يغير؟ قناعات؟ قرارات؟ طبيعا فيش كتير كنت أقدم عليها جلبت لي أذن بس الشيء اللي ما بندم عليه أنني لم أؤذي أحدا تندم؟ لا أندم لا تندم أبدا مسالما؟ لا بش بس مسالم مستسلم كاملا بس في فرق كبير بين المستسلم والمستسلم مثلا في أحد الزملاء كتب أربع عشر مقال ضد مرد ريت أول واحد والثاني والبقى مرد تسألوني إذا مسدقينوا حطوني براتكم وإذا مش مسدقينوا يقول المحاصلة من خسر ومن ربح المعركة؟ ما هذا هم ما هذا هم ما هذا هم هم حالي أنا بش مرتكب هولي عبي يقولون بش صحيحين خلاص هل كيف كانت علاقتي معه بعدين؟ ممتازة طبيعا إن الإنسان يخطئ باستمرار إذا كنت بك حاسبي عن كل خطأ تصبح الدنيا جحيم أنا ما بحاسب حدا على خطأ أين أخطأ لبنان؟ يعني تأسس هذا الكيان اللبناني تقول ببدوره أساسي وبنته الأساسية الطائفية مش أخطأ مش بني أساسية طائفية في تراث في ثقافي هل كان يمكن أن ينشأ لبنان علماني في ذلك الوقت؟ مستحيل لا لأن الحضور التاريخي في القرن التاسع عشر لأنه التاريخ متصل مش منفصل بالقرن التاسع عشر كان في دروزوشي وموارنة وكان فيه شيء من خلال أربة عشر قرن سنة وشيعة شو بدنا نعمل لك يعني؟ هاو دي تاريخيين هاو تاريخيين وبش تاريخيين وبش حيويين السنية حيوية الشيعية حيوية والمارونية حيوية والآخر هي لأنه ما كان فيه فكر غيره الفكر هديك كان موين بأوروبا شاك؟ كان بأوروبا عملوا هذة الفكرة عمل بأوروبا انقلابه الكبير على الفاتيكا وعلى الكثلكة وقالوا له طلع لبرة نحن ما صار عندنا هاك هن يجوا قالوا نطلع ولبرة يعني اللي صاروا علمانيين جابوا العلمانيين من برة بأي قرن؟ بقرن العشرين بأي سنة صار فيه كيانات؟ بالقرن العشرين هاي الأفكار اللي إجيت ما قدري تتواجه بأسباب كثيرة بش وقت هالعنية ما قدري تتواجه ما يسمى التقليد العائلة العشائري الديني الطائفي ما قدري تتواجههم أبدا ومن هون إذا ملاحظين تنامت الطائفية والعشائرية وواء الآخر هي منذ ذلك الزمن حتى اليوم مش العكس يعني مش إنه بلشنا طائفيين كتير وعنصريين كتير وشيعة كتير وسنة كتير لا بلشنا كنا بدرجة بعد يعني مناخد خمسة على العشرين هلأ مناخد مية عمية لا بالعراق شوفي بالشام شوفي بالأردن شوفي باللبنان شوفي بذلك حتى بمصر هنا سأسأل هل النظام القائم بلبنان يشكل اليوم خطرا على مشروع المقاومة؟ لا لا مشروع المقاومة في لبنان لم يعود مشروعا خلال إيم هالكلمة لم يعود المقاومة لم تعود مشروعا صارت قوة استثنائية في لبنان غير مسبوقة في أي دولة من الدول إلا فيتنا بس يعني خلينا نطلع من هؤلاء اللغات إنه هيدا الشيء مع اللغة اللي اعتمدناها نحن بالكتابة لم تعود صالحة لم تعود تصيب ما هو حاضر اليوم يعني عندما أكتب عن المقاومة لا بكتكتب بلغة تانية مش بلغة السياسية والبرلماني اللبناني وشو ألف وليا شو ألف لا بكتب بلغة اللغة التانية هي لغة جديدة تبنى عليها حقائق جديدة وقوة جديدة هل تفجأت بما حققه اليمنيون في جبهة الإسناد اليمنية الداعمة لغزة محاصرة يعني دول أساطيل بشكل كبير يعني قوة مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهون عنا نفسه ما نحن محاصرين والمقاومة محاصرة ولكنها قولية وين عندها حيز عندها حيز جغرافي وفضاء إعلامي وقوة إلى جانبها مثل ما في بشأسمه اليمن مثل ما فيه اليمن في قوة في وقاع في الأخر هاي هي هذا ليس هي مش قديم هي جديد يحتاج إلى لغة جديدة يحتاج إلى معالجة جديدة يعني معنى آخر اللي بيكتبوا الأخرين يعملوا معروف يعني يجيبوا ألم تاني ليكتبوا عن ما حدث في اليمن مش يجيبوا تاريخها والأخرين لا كأنه لاحظت في نقمة أو في نقد يعني للغة التي يتم فيها مخاطبة أو توثيق هذه المرحلة من الكتاب من النخبويين لست أستاذا لأحد كفوا ما عليك خليوني كفوا شو خصني أنا شو خصني أنا خليوني كفوا مثل أبدون سأذهب إلى الفقرات الثابتة في البدء شوف هذه نقطة مهمة الإنجيل آية الأولى شو هي في البدء كان الكلمة نعم الكلمة إلها قيمة كبيرة عندي ليست حذاءا لي سأذهب إلى فقرات أساسية وخيارات محددة لنصر الصايغ ممكن أم مستحيل أن يتوقف نصر الصايغ عن الكتابة إيه إذا خرفت العمر الطويل وبفكرك المتقد والنير بلاش تنسى اللي لازم ما أنسى خلاص اجتثاث الكيان الإسرائيلي ممكن أم مستحيل هذا واقع يحتاج إلى أكثر من هذا السؤال ما هي الوسائل التي يمكن أن توصلنا إلى حتف هذا أنا أسأل سؤال واضح اجتثاث الكيان الإسرائيلي برأيك ممكن أم مستحيل لا جواب تغيير النظام السياسي في لبنان لا شو ليه ممكن لا خليه مثل ما هو خليه مثل ما هو يعني أفهم هذه الإجابة مستحيل خليني ياكل وقتل الله خليني ياكل وهادوه هنو هن الوحدة العربية وتحرر العرب من التبعية أضغاثوا أحلام كم من عشرة يعطي نصر الصيغ لنصر الصيغ وخياراته في كل هذه التجارة كل خيار شكل كل خيار شكل فيه خيارات سفر فيه خيارات عشرة عشرة من السفر للعشرة راضي عن نفسك فيه إشي راضي جداً عن نفسي بس ما بعلنها فيه إشي يقول يا غبي لتخاذوا للأنظمة العربية كم تعطي علامة من عشرة اسبدري علامة أريد علامة اسبدري للوعي العالمي بفلسطين ما فينا نقول وعي عالمي فيه شعوب ما فينا نقول العالم كله لا فيه شعوب العالم وقفت وقفة اسمها وقفة إنسانية حقيقية بكل معنى الكلمة وقفة لكرامة الإنسان ولوجود الإنسان ولحتمية انتصار هذا الإنسان هذا موجود في كل أنحاء العالم والعالم الآخر بنفس العالم فيه فئة أخرى هي فئة الاستبداد الرأسمالي الثقافي الاجتماعي إلى آخره والذي هذا هو نحن اليوم عايشينه مشان هك العالم ما عم تعطيني علامة أستاذ نصر بدك علامة نحن بناخد مية ولي بناخد سفر لأبو إبراهيم يحيى الصنوار هو فوق التقييم الخيارات فش علامات هون هو فوق التقييم عيب نحط علامات في الخيارات هو لازم هو لازم يعطينا علامات بظن ناخد اثنين على ثلاثة على العشرة ماذا يختار نصر الصيغ الفلسفة أم الصحافة أم الكتابة الحياة مش غرأ أم بيروت أم باريس كل الأمكان بالنسبة للي مهمة بدك واحدة مكان واحد مكان واحد تلاتي بواحد أي كتاب تختار من كتاباتك حوار الحفات والعقار الدفاع عن المقاومة لست لبنانيا بعد محمد السيرة السياسية لبنان في مئة عام انتصار الطائفية القاتل انحكى سيرة الاغتيالات الجماعية لو كنت يهوديا الخراب مصارع الاستبداد في الثورة والديمقراطية وأيضا كتبت القصص للأطفال أستاذ نصر لديك التجربة قصص حلوة كتير ماذا تختار؟ بعيد كتاب ما قلته مقام الجنس وتصوف الحواس الفلسفة والأديان تكامل أم تضاد؟ ما بيعني لي مبعر 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 لأنه لا الفلسفة ولا الدين بتعاطى فيهم الصراعات في المنطقة نحو الانفجار أم التسوية؟ مبعر مطمئن أم متخوف على مستقبل لبنان؟ لا جواب مطمئن أم متخوف على مستقبل المنطقة لا جواب لا جواب ما بعرف متشائم أم متفائل نصر لا أستعمل هتين المفردتين متشائل؟ لا 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 ما استعملش الكلمات كيف توصف إذن هذا الواقع والمستقبل؟ أوصفه بمقدار ما أتلمس واقعه في الحياة لديك أمل؟ دايما عندي أمل إلى جانبه دايما عندي خوف هذا ربيعي وهذا اللي عنده أمل أهبل واللي عنده خوف جبان أنا جبان مقرونة ببعضهما البعض شكرا جزيلا لك أستاذ مصري الصايغ الكاتب والصحافي ضيفا عزيزا على شاشة الميادين بتزر عن بعض الإشياء اللي قلتها بس فيكي تسامحيني لا 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 سامحيني على الإشياء لا 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 أهلا وسهلا بك شكرا جزيلا لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة لهذه الحلقة من فودكاست الميادين في أمان الله اشتركوا في القناة